اعزائي طلاب وطالبات مدارس الازر الشريف سنة اولى اعدادي اهلا بكم من جديد في فيديو جديد من فيديوهات قناة دروس بلاش النهاردة ان شاء الله حل كتاب جيم اه او الاضواء الفين ونربع عشرين الفين خمس وعشرين يونت ثري ماي تايم طبعا الكتاب ده او الاسئلة دي من كتاب الاضواء او كتاب جيم الكتاب الجميل كان في فيديو سابق قبل كده حلينا او كان في فيديو خاص بحل كتاب جيم برضو يونت تو وكان قبله برضو في فيديو كان يونت وان طبعا الكتاب ده من او الجزئية دي من كتاب اللي هو الكتاب الخاص او الجزئية اللي جاي مع كتاب الاضواء وفيه امتحانات الازر وامتحانات مختلفة طبعا ده بالاضافة على القناة موجود شرح تفصيلي لجميع الدروس السابقة سواء برضو من كتاب جيم او من كتاب الاضواء يعني عندنا بداية من بيج تونتي سابن تونتي سابن صفحة سبعة وعشرين ابطال عندنا نمبر وان بيجي لك ديالوج هنا اه في الامتحان وده بيكون عليه تلات درجات برضو عندنا هنا خلي بلك ركز او في الكلام المكتوب طب يحب بيلعبش اطرنج مع اه والده اه سيد سيد بيحب يقرأ كتب خلي بالك عندك هنا عندنا ستة تبادلات زي ما انت شايف ستة تلات فراغات عندي هنا تكوين فيه جبتنا نعوزهم وبعد كده هنا عندي ايه عندي سؤال عندنا طبعا اللي هو اول اه معطى يعطى كاملا اول جملة تعطى كاملة هنا طاها بيكلم هاي سيد زي كسيد ماذا تفعل في وقت فراغي فسيد طبعا هيقول له هاي طاها فسيد هنا عرفنا منه انه هو سيد لايكس تو ريد بوكس فهو لما يتكلم عن نفسه هيقول لك اي لايك تو ريد بوكس what about you طب طاها بيعمل ايه مع انت عندك طاها لايكس تو بلاي جيس with his father فبتالي هو لما يتكلم عن نفسه يقول اي لايك تو بلاي جيس with my father يبقى هنا بدل طاها اللي هو كأنه هي يعني لما بيتكلم عن نفسه قال له اي وبرضو استبدلت الضمير اللي وهي ماي بعد كده سيد يقول له do you play computer games everyday بتلعب الالعاب الكمبيوتر كل يوم فهنا طاها بيقول له no i don't i play اه انا بلعب الكمبيوتر دي يعني في عطلة نهاية الاسبوع فخلي بالك هيس قالينا سؤال طاها وسيد بيقول له i read everyday طالما قال له i read everyday يعني اي انا اه بقرأ كل يوم فبالتالي هنا ممكن يقول له what do you do everyday what do you do everyday في نفس الصفحة عندنا page 27 عندنا choose the correct answer from a b c or d number one they طبعا دي عندنا هنا خمس جمل وعليه خمس درجات يا ابطال they space time with their family انا عندي كلمة هنا عايز اشوف هاليا spend the odd or send yourself focus يركز ويت ينتظر عايز اقول لك ايه الوقت هنا بتاخد spend spend time يعني قض وقت مع اه عائلتهم في اه عطلة نهاية الاسبوع طبعا عندي زي ما قلت لك يعني اه يركز عندنا ويت ينتظر عندنا number two رولا اوفن think space her future اه طبعا الحرف الجر المناسب انا عايز اقول لك رولا اه يعني غالبا ايه بتفكر في مستقبلها يبقى ايه about her future طبعا مش add مش for مش on نيجي بعد كده number three the train will arrive in five space يعني القطر هيوصل في خلال خمس ايه thoughts افكار اعتقادات عندي من الصداقات والجاب المطلوبة عندي classes فصول طبعا عندي spaces يعني فراغات او مساحات بعد كده عندي number four mom space her younger daughter how to draw at present يعني الام اه ايه عايز تقول لك بتعلم بنتها الصغيرة كيف ايه كيف ترسم في الوقت الحاضر خلي بلك at present هنا ده دليل على المضارع المستمر المضارع ايه المستمر present continuous طالما قلت لك مضارع مستمر يبقى تستبعد taught علشان دي ماضي teaching لا تكفي لكن لازم يكون هنا في اما اوز او ار وهيه اجابة خطأ هنا mom is teaching mom is teaching دي جملة في ال present continuous tense بعد كده السؤال الخامس عند space the scientist doing experiments in the lab now يعني عايزو لك هل العلماء يقومون باجراء تجارب في المعمل الان طالما قال لك now يعني present يبقى تستبعد where we did مبدئيا كده يبقى عندك ازا ايه كان عندك اختيار يا اما ار يا اما دو طبعا هنا ما ينفعش اخدوه برضو لان دو اللي هو اللي يسؤل في ال present simple اللي طبعا بيقول دو او دس مسلا يبقى يكون مفاعل وبعد كده فعل في المصدر فده مش هينفع يبقى لازم استخدم برضو بي لاني جملة اصلا سؤال في ال present continuous tense يعني سؤال في المضرع الايه المستمر فبالتالي هنا هنختار are the scientists doing experiments in the lab now بعد كده نيجي انا write a paragraph of about five sentences on بيجي لك يا ابطال خمس يعني paragraph من خمس جملة اعتقد الدنيا سألة جدا وقت الفراغ زي ما قلت لك الكلام ده من كتاب او ممكن انا نكتب على وقت الفراغ ايه هنا ممكن نكتب طبعا هنا بتشيب intention حتة مسافة كده هو وبعد كده in my free time I like to relax and have fun يعني في وقت الفراغ انا بحب استرقي كده واستمتع have fun I enjoy watching movies or playing games with my friends يعني انا بستمتع بمشاهد الافلام او اه اللعب اه الالعاب مع اصدقائي sometimes احيانا I go outside to ride my bike or play football يعني احيانا انا بخرج برة اركب عجل اه العب كورة reading book is also something I like when I want to stay quiet يعني قرأت الكتب برضو يعني حاجة يعني اه شيء ان انا بحب اه 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 ويعني لما بكون احب اقيم او ابقى هادئا يعني free time helps me feel happy and ready for school again يعني وقت الفراغ اه بيساعدني اه ان انا ممكن ايه توفيلها باشعر بسعادة واكون جاهز لليوم المدرسي اليوم الايه اللي بعده نيجي بعد كده unit three lessons three and four الكلام ده بيج اعتقد بيج 30 صفحة 30 هنا choose the correct answer from ABC or D number one my mom space buy the pool with good book يعني والدتي ايه بقى بالقرب من حمام السباحة يعني with a good book يعني مع كتاب يبقى كد بتسترخي بقى عندي home made اجابة خطأ عندي surprised ادهشت عندي relaxed استرخت طبعا ولا اجابة صحيحة stressed يعني ضغطت او ضغوط يعني طبعا هنا منفعش number two we visited a space at the market that sold fresh vegetables يعني اه يعني زرنا ايه في الكلام ده في سوق اه the market في سوق اه واللي بيبيع كان بيبيع ايه خضروات تازجا عندي استرخي بقى استرخي بقى استرخي بقى استرخي بقى صحيحة زي كوشكو زغير كده جوه الماركت الكبير بيبيع fresh vegetables طبعا فريز يعني عبارة عن text يعني ناس عندي breaking فصحة بقى number three there is a shop in the space that sells the home made hand made bracelets يعني عايز اقولك ان ده محل ده في محل فين في مكان معين في جزئية معينة اللي هو بيبيع الاساور اللي هي هاند بيدي اللي معمولة بيصنع اليد يعني عندي بيد طبعا بيد يعني خلزة عندي jewelry خلاباك jewelry اللي هي الحاجات المجوهرات يعني عندي string يعني خيط عندي بازار وهي اللي جابة ايه الصحيح number four my sister is very happy because I gave space a special present يعني اكيد اختي مبسوطة جدا لان انا اعطيتها اعطيتها ايه special present عندي her طبعا her دي دمير مفعول وهي اللي جابة الصحيح طبعا him دي دمير مفعول لو كانت my brother مثلا دمير فاعل وعند شي برضو دمير ايه فاعل وطبعا ما تحطش في ما يجيش دمير الفاعل ما بيجيش بعد الايه الاس اه ما يجيش بعد الفاعل طبعا by can number five space need to talk to her she has a misunderstanding يعني انت محتاج انك تقعد تتكلم معها هي اللي فيه سوق تفاهم يعني فيه سوق فاهم يعني طبعا هنا طالما في فاعل يبقى سوريا هنا في فاعل يبقى لازم هنا يكون في فاعل اولا مي مش فاعل or him مش فاعل ولا حتى يور الفاعل الوحيد هو ايه you you انت صفة اله هو ايه you الوحيد اللي موجود في الجملة نيج بعد كده read the following then answer the questions هنقرأ اللي جاي ده وبعد كده نجابه الاسئلة خلي بالك انت يعني خليك حاضر في زينك كده عشان نشتغل بسرعة عندي my friend sarah has a problem صديقاتي sarah حدي بيتكلم يعني اللي هو writer يعني سواء كاتب في ميل or في ميل my friend sarah has a problem she seems sad and does not want to play with us at break يعني تبدو ان هي حزينة ومش عاوز اتكلم معنا فين في الbreak i asked her why she stays alone but she didn't see يعني سألتها هي ليه عادة الوحدة بس ما ردتش i feel worried about her يعني شعرت بالانزعيق انتجاهها نحوها يعني but i wanted i want to help بعيد ساعت فرست اولا i tried to talk to sarah again يعني حاولت اتكلم مع sarah تاني i asked if she wanted to join our game or sit with us at lunch يعني سألتها اذا كانت محتاجة انها ممكن تنضمر يعني اللعبة معينا يعني او تقعد معينا يعني على الغداء كده يعني she said no رفضت and walked away ومشيت مالك يا sarah بس i told her we missed her and wanted her to be happy with us يعني انا قلت لها ان هي انت وحشتين يا sarah يعني احنا عاوزينا تبقى مبسوطة معين next بعد كده i decided to ask our teacher for advice طلبت كده قررت ان انا اطلب مدرس نصيح the teacher بقى المدرس او المدرسة يعني asked me to keep inviting خلي بكها تبقى مهمة جدا في حل دم الحلول the teacher advised me to keep inviting sarah but also give her space if she needs it يعني المدرس او المدرسة نصحتني ان انا افضل الحة الحة واعزمها سارة وادعوها انها تبقى معنا وفي نفس الوقت اديها space مساحة من الحرية او الوقت يعني if she needs it the teacher promised to talk to sarah too يعني المدرس يعني وعد انه هو يتكلم مع sarah برضو i hope sarah feels better soon and knows we care about her يعني انا اتمنى sarah بتشعر انها افضل وتعرف ايه ان احنا ايه we care about her يعني بني مهتمين بياها عندنا السؤال الاولين answer the following questions عندنا why do you think sarah doesn't want to play with her friends at break لماذا تعتقد ان sarah عايزة تبقى تلعب يعني مش عايزة تلعب مع اصدقائها a break لان هي عايزة تبقى وحيدة ممكن انها تكتب الاجابة because she wants to be alone because لانها she wants to be alone نيك بعد كده السؤال الثاني what did the writer do to try and help sarah feel better يعني الريتر ده يحب يعني يعني حاول يعمل ايه وعشان يساعد sarah او to feel better طبعا هو الجزئية برضو اللي هو الريتر حاولي what to keep inviting sarah يفضل يلح على sarah والليا دي اللي هي the teacher advised me to keep inviting sarah but also برضو give her space بيديها مساحة برضو if she needs it يعني الاجابة التانية دي اللي اعتبر من الجزئية دي بعد كده what advice did the teacher give to help sarah يعني النصيحة اللي اعطاها المدرس to help sarah هنا ممكن نقولي first طبعا هي كزا حاجة عشان كده كان كتبه مرة على بعض يعني first the writer tried to talk to sarah again في البداية الكاتب حاول يتحدث الى sarah مرة اخرى next وفيما بعد بعدها يعني the writer asked the teacher for advice وطلب ايه الرايتر طلب نصيحة الايه المدرس او طلب المدرس لازداء النصيحة يعني بعد كده عندي نبيه choose the correct answer from ABC or D number four sarah space when the writer asked their to join their game خلي بالك هو sarah وفقت ان هي تلعب او لما الرايتر asked their to join طبعا هي رفدت كلمة رفدت طبعا يعني said yes said no smiled or accepted طبعا هنا ايه said no said no يعني رفدت بعد كده عندنا number five the writer asked space for advice about sarah يبقى الرايتر طلب من مين بقى طلب for advice about sarah ايه يعني ال teacher a friend a parent the teacher or a or brother ماشي يا ابطال طيب عندنا هنا unit three lessons five and six الجزئية الخاصة بالlistening ده سؤال listening ده بيكون اول سؤال في الامتحان خلي بالك ده اول سؤال في الامتحان عندنا فيه جزء نص استماع انا هرغل لك مرتين وبنان عليه اتحل الجزئيتين السؤالين اللي في منتهى السؤالة دول نرمين and her family moved from Alexandria to Oxford she explored her new city through her favorite hobby geocaching طبعا geocaching احنا عارفين ده نشاط طرفية بيبقى في الوقت الطرق بيستخدم فيه لأشخاص نظام اللي هو ايه تحديد المواقع العلامي اللي هو الجي بي اس او بالموبايل يعني ماشي اللي هو لعبة المخابق المخفية يعني طيب بعدك خلاص دي هراء تاني نرمين and her family moved from Alexandria to Oxford she explored her new city through her favorite hobby geocaching خلاص كده يبقى هنا عند السؤالة والان نرمين and her family moved from Alexandria to Oxford or geiza طبعا هنا اللي هو اللي غابة الصحيحة اوكسفورد بعدك كده عندي هنا ام 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 كالتبقية البيئة اللي هو البيئة طبعا هنا البيئة اللي هو البيئة يعني عندك يعني خلي بالك الازازة اللي كل غطس ما تب وتبقى النصيحة برضو او تبقى يعني بقشيش كمان عندي يندبوس وبين اللي وسلت المهملات او سلب معنا عايم يعني يعني ماما بتحب ايه ان هي بتضيف طبعا كثير او مزيد من الخضروات للضايات بتاعنا النظام الغذائي يعني to for better health suggest يقترح decide يقرر يعني ينتقل او يحرك عندي اد اد وهي الادغابة اللي المطلوبة نمبر ثري learning a new language can be a challenge space some people يعني تعلم لغة جديدة ممكن يكون تحدي لناس اخرين او لبعض الناس يبقى challenge a four خلي بالك preposition زمومة جدا بقى نمبر four my mother space today we have lunch we have much food طبعا يبقى ايه اكيد ماما بتطبخ بقى النهار ده عندنا اكل كتير يبقى هنا my mom is cooking is not cooking cook or cooking اولا cooking مش كاملة لو حبيت تعملها في المدارع مستمر اولا cook ما ينفعش لان my mother كنت اقول cooks اصلا لو مدارع مصيد وعندنا is not cooking بس هو بيقول لك عندنا اكل كتير يبقى بالتالي ايه ايه is cooking يعني تحب تلعب معنا معنا طبعا لازم يكون في دمير مفعول هنا دمير مفعول يا اما them يا اما us خلي بالك واحدة من اتنين دول بس دمير مفعول طبعا مش يبقى اول لان صفات ملكية طالما انا قلت هنا بكلم واحد would you like to play with us معنا مش معهم انا بكلم حد would you like to play with us معنا نيجي بعد كده السؤال التالت عند يعني انت بتاعت ترتيب الجمل دي او المجموعة دي من الكلمات علشان تكون الجمل ايه جمل صحيح عندي number one her family وبعد كنا نرمين وبعد كده talk و moved the uk or with طبعا لما تيجي ترتب الجمل دي اتقول نرمين وطالما خلي بالك طالما فيه فعل يبقى فيه فعل يبقى نرمين ايه نرمين moved بس هنا فعل فعل وبعد كده ايه بتكمل الكلام moved to the uk with her family يبقى نرمين moved to the uk with her a family نيجي بعد كده التاني هنا an app or an app يعني to do you geocaching near need طبعا طالما قالك فيه فعل يبقى طالما فيه فعل يبقى عايز مفعول يبقى ما فيش غير ايه ما فيش غير انك تبقى you need طب انت محتاج ايه انا محتاج يعني application معين اللي هو an app to do geocaching اعتقد جاه سهلا يبقى you need an app to do geocaching بقى number three two after enjoy the article i really school going خلي بالك هنا يقول لك انا دلوقتي i really خلي بك دي اعتبر في البداية i really لازم تيجي بفعل ما انت لو قلت i really مش هتلاقي غير enjoy طب enjoy ييجي بعدها ايه جيرند الفعل مضافة انجي يبقى ما فيش غير going طب ما going يلزم ايه يلزم ايه يلزم ايه حلو الكلام وبعد كده ايه الحاجة ايه بقى عندنا going to عندنا بعد المدرسة يبقى ايه after school يبقى بالتالي هنا i really enjoy going to the art club after a after school نيجي بعد كده نمبر فور can space a group we to draw together sit up يعني احنا ممكن we طالما ممكن هنا لو كان we can we can ايه بقى we can لازم فعل بقى انت انت وي وبعدين كان ولازم فعل في المصدر we can sit up sit up يعني نقيم يعني a group مجموعة to draw together عشان ايه نرسم ايه سويا طبعا listening text ياولاد اللي هوا ايه الجزء اللي انا قلتو في listening هنا نرمين and her family moved from alexandra to oxford she explored her new city through her favorite a hobby juu caching نيجي بعد كده الجزئية الاخيرة هنا الازر طبعا الكلام ده page 30 or 34 في جزئية خاصة بالجنرال المدرس العامة والجزئية الخاصة بالايه بالازر عند supply the missing parts in the following dialogue عند هنا خديجة is studying for her english test and zainab is watching tv يعني دلوقتي خديجة بتتذكر عشان الانجليزي متحان انجليزي عندها وزينب بتتفرجع تلفزيون فخديجة بتقول لها ايه what are you doing فزينب طبيعي احنا عارفين زينب بتعمل ايه watching tv فبالتالي هي لما هتتكلم هتقول اي i am watching tv بعد كده خديجة are you enjoying the show انت بتستمتع بالعرض او الحاجة اللي شغالة يعني فقاتلها yes i am yes a i am طبو اكيد التانية دي برضو تسألها طبو انت بتعمل ايه ليه زينب اللي تسأل فانا هتقولها what about you what about you اماذا عنك طبعا خديجة بتقول انا بذاكر ليه علشان امتحان ليه الانجليزي بداعي بعد كده زينب are you studying alone هل انتي بتذاكر لوحدك بس خلي بالك كلمة خديجة هنا وهنا my sister is helping me اختي بتساعدني يبقى طالما اختها بتساعدها لو يبقى كده are you studying alone يبقى لازم تقول no i am not خلي بالك no i am not انا قلته بناء على الجزئية الخاصة by my sister is helping me تيجب بعد كده choose the correct answer from a b c or d number one i sent a space invitation to all my relatives يعني انا بعدت ايه يعني يعني اعيزولك دعوة مضبوعة مكتوبة لجميع اقاربي i sent a written invitation written invitation يعني ايه دعوة ايه مكتوبة مش relaxing خائد مخفية اه ايجيك يعني مولع بحاجة معينة او مغرم بحاجة معينة يعني ايجيكي سوري نطقها جيكي طبعا اتعرضنا للجزئية دي اللي هي في في الشرح التفصيلي في وكانت موجودة في الكتاب الاصلة او كتاب الشرح يعني صفحة مية تسعة وعشرين وقلنا جيكي اللي هو مهوس او غريب الاطوار او ممكن تبقى مولع بالتكنولوجيا يعني مهوس بالتكنولوجيا بعد كده عندنا number two my cousins bought some colorful clothes at that يعني اولادة عم ولاد خلاتي ولاد عميتي ولاد خلتاي حاجة دي bought some colorful clothes at اشتروا الملابس الملونة من ايه phrase بازار string or text طبعا هنا ايه البازار some colorful clothes عندي ايه بازار نيكي بعد اكامل هذه الجزئية والاخيرة عندي number three they were so space that they ate quickly هما اكلوا بسرعة جدا يبقى اكيد they were a cool or full hungry or thirsty طبعا they were very ايه اكيد hungry جاعنين جدا لكن full يعني بارد عندي فول يعني ممتلئ عندي third station number four we are going to the cinema space sorry do space want to come want to come طبعا خلي بالك انا بقى اتكلم اقولك احنا رايحين السينما عايز اقول لك هل تريد دو طبعا دو يو ما مش معا ديو ديور لأ or do them ده مفعول or him ده مفعول برضو number five what space gada doing right now? عايز اقول لك غادة بتعمل دلوقتي يبقى مش what did لان دي right now مدرب مستمر يا اما برضو has برضو لأ عندك does و is طبعا does ده سؤال في المدرب بسيط فبالتالي هنا السؤال في المدرب مستمر يبقى ايه is اللي جابة الصحية تيجي بعد كده عندي اه هنا عندي اه number three reorder the following groups of words to make correct sentences يعني برضو اعادة ترتيب الكلمات لتكوين جملة مفيدة طبعا عندي هنا free عندي هنا much have i time don't طبعا ما هنا في فعل يبقى عايز فعل بس فعل من في فبالتالي بتقول i don't بس خلي بالك i don't ايه i don't have i don't have ما عنديش much free time يعني وقت ايه وقت فراغ او وقت كتير يعني وقت فراغ number two like walks go we into for nature طبعا يعني يعني يحب خلي بالك يعني تمشية اه بعد كده خلي بالك هنا وبعد كده وي نحن الحاجات دي ما ينفعش ترجم حرفيا هنا يعني الطبيعة فبالتالي اجابة السؤال ده هتبقى يعني احنا نريد نذهب نذهب للنزهة والتنزه يعني نخرج نفسح يعني النيتشر في ايه في الطبيعة اه بعد كده عندي اه aren't this lessons our students afternoon having طالما عندك انت هنا our students يبقى دي فاعل عاوزين خلي بالك الفعل بس فعلا هنا منفي بس منفي بايه برضو يبقى هنا our students are not يبقى خلي بالك ده جملة منفية في المدارع المستمر خلي بالك our students are not having lessons this afternoon يعني our lessons our students طلبة بتوعنا are not having مش عندهم lessons اه حساس this ايه this after afternoon اعتقد كده حبيبي ده اللي هو الفيديو التالت اتمنى انت بقى تشوف برضو الفيديو التاني والاول احطلك الرابط في الاند سكرين دلوقتي وبرضو اتمنى ممكن ترجع لكتاب الشرح الاساسي لوال ايه الكتاب الكبير. اتمنى لكم كل توفيق ونجاح.